هذا وكان سمو الشيخ عبدالله بن زايد الانهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قد وصل إلى البلاد اليوم والوفد المرافق له في زيارة لمملكة البحرين لعقد اجتماع اللجنة البحرينية الإماراتية المشتركة وكان في استقباله لدى وصوله سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية وسعادة السيد فهد محمد سالم بن كردوس العامري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مملكة البحرين وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية